محمد هذه الليلة ليلة رأس السنة اليهودية بمعنى أن الإسرائيليين من المفترض أنهم يحتفلون ينفخون بالأبواك وأيضا يمدون الموائد وكذلك يغمسون التفاح بالعسل ويعني أجواء فرح هذا من المفترض أن يكون ولكن سرعامة تحول ذلك إلى مأتم بعض الإسرائيليين طبعا مكث في الملاجئ طويلا خلال هذا اليوم بعد 200 صاروخ احتفل بالملاجئ بعد 200 صاروخ من لبنان ولكن أيضا بعد الخبر الصاعق بعد أن خرجت ثمانية توابيت عمليا لجنود إسرائيليين من جنوب لبنان نتحدث وفق آخر حصيلة بحسب مستشفى صفاد نتحدث عن أكثر من 30 مصابا جريحا في صفوف الجنود نتحدث عن قوات نخبة هذه ليست قوات عادية وبالتالي معدد القتلى من المرشح أن يرتفع أكثر هذا وفق آخر حصيلة طبعا مستشفى صفاد لأنه أقرب مستشفى إلى الحدود مع لبنان وزع عدد آخر على أيضا مستشفيات أخرى مثل أيضا مستشفى رنبم في مدينة حيفا وأيضا مستشفى أخر وسط إسرائيل عموما نتحدث عن كماء في مناطق مختلفة كفركيلة الإعديسي وأيضا مارون الراس طبعا الجنب الإسرائيلي إذا كان يريد أن يدخل لبنان دائما يدخل من هذه المناطق كون هذه مناطق استراتيجية ويجب أن يحكم السيطرة عليها اللافت أن الجيش الإسرائيلي في إحدى تلك المناطق كان ينفذ غارات جوية طوال الأشهر الماضية نحو أكثر من ستمائة غارة يعني من المفترض أن تكون منطقة ميتة تماما ولكن الكمين كان هناك لإحدى القوات الإسرائيلية وواضح أن حزب الله نجح باستدراج هذه القوات نتحدث عن استخدام أسلحة مختلفة إن كان الغام إن كان صواريخ الكورنيت وبالتالي أيضا كماء جدا محكمة أدت إلى هذه الإصابات وحجم هذه الإصابات الكبير في المقابل أيضا نتحدث على أن خلال الإخلاء بالمروحات العسكرية كان صعب عليها عمليات الإخلاء كونها النيران من قبل قوات الرضوان والتابعة لحزب الله كانت مستمرة وأيضا كانت جدا صعب نقل هذه الجنود المصابين وأيضا هؤلاء الجنود القتلة عبر هذه المروحات بالتالي أيضا اللافت محمد أن الجيش الإسرائيلي كان يتحدث على أن قوات الرضوان في حالة ضعف ابتعدت عن الحدود هربت إلى الشمال شمال الليطاني وبالتالي هذه المنطقة خالية اللافت أيضا حينما عمم الجيش الإسرائيلي توثيك لما سماه عمليات تسلل برية لأنفاك تتبع لكوات الرضوان ولحزب الله وقال أنه لم يواجه أي كتال من قبل كوات الرضوان لدى تسلله إلى هذه الأنفاك هذا تحدث عن 70 عمليات تسلل خلال الأشهر الأخيرة ولكن مازال فعلا هناك كوات للرضوان وأيضا تحقق إصابات وأيضا تقود العمليات وليست بحالة ضعف كما أعطى الجنب الإسرائيلي هذا الانطباع في المقابل أيضا نتنياهو تحدث عن أيام صعبة يعرفون في إسرائيل أن هذا العدد من المرشح أن يرتفع كثيرا مع اتساع العملية البرية ولكن نتحدث عن أولى أيام العملية البرية وهذا الكم فكم بالحري عندما نتحدث أيضا عن العمق اللبناني محمد عمق جنوب لبنان بحيث نتحدث فقط حتى هذه اللحظة عن مناطق التي تشرف على جنوب لبنان وليس إلى العمق كم بالحري لو توغل الجنب الإسرائيلي إلى عمق لبنان في إسرائيل يتحدثون طبعا عن أيام صعبة هذا العدد مرشح أن يرتفع في إسرائيل يعرفون أن كتال حزب الله أكثر تعقيدا طبعا من كتال حماس والنتائج ستكون أكثر وخيمة مقارنة من قطاع غزة طيب كذلك رازي يعني السلطات في إسرائيل تتحدث عن أكثر من 220 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان خلال هذا اليوم على إسرائيل تماما على مناطق متفركة في منطقة الجولان في منطقة الجليل الأعلى حتى أيضا نواحي حيفا نتحدث تكريبا عن هذه الحصيلة من الصواريخ 220 صاروخا أيضا نتحدث عن عدد كبير من المنازل في منطقة المطل عند الحدود اللبنانية وهذه منطقة أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إغلاقها أنها منطقة عسكرية تماما وفقط هو من يستخدم هذه المنطقة وبالتالي أيضا يفرض بطبيعة الحال تحصينات في تلك المناطق داخل تلك المنازل وبالتالي عدد كبير من هذه المنازل دمر اليوم جراء هذه الصواريخ محمد إذن نتحدث عن حصيلة تكريبا 220 صاروخا ذلك في خضم كما كان مرتقب احتفال في إسرائيل استكبالا لرأس السنة العبرية رازي تطور مراسل الغد متحدثا إلينا من حي